القرارات دي كان فيها إجحاف بحقوق النادي الأهل للدرجة اللي خلت صحيفة الأهرام علقت على كل قرار منها وقال التعقيب على قرار إيقاف لعب الأهل طلعت لا ندري السند الذي قررت اللجنة العليا للاتحاد وقفه بمقتضاء مادام تعتمدت نتيجة المباراة ومادام الحاكم لم يصدر ضده عقوبة كمان اتحاد الكرة مصمم على نقل مباراة للأهل خارج ملعبه بدون أي سند خاصة أن تقرير الحاكم مجاش في أي إدانة للأهل لما فشل في عادة مباراة الأهل والطرام ونقلها لطنطا نقل مباراة الأهل والأولمبي في ختم الدوري لطنطا ومنغير أي أسباب اجتمع مجلس إدارة الأهل ونقش قرارات اتحاد الكرة وجه في محضر مجلس الإدارة يوم 8 مايو 1950 عرضت المكاتبتان الواردتان من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 2 مايو 1955 و6 مايو 1955 وقرر المجلس تحرير الخطاب الآتي للاتحاد المصري لكرة القدم السيد المحترم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تحية واحتراما عرضنا خطاب سيادتكم بتاريخ 2 مايو 1955 على مجلس إدارة النادي بجلساته المنعقدة مساء يوم الأحد الموافق 8 مايو 1955 وبعد المناقشة قرر أن خطاب الاتحاد لم يغير من الموقف شيئا ولذلك فخطابنا المتضمن انسحابنا من عضوية الاتحاد المبلغ لسيادتكم تحت رقم 3 على 1 على 2 بتاريخ 30 إبرير 1955 يعتبر قائما وتفضلوا بقبول فائق لاحترام اتحاد الكرة قرر التصعيد وأعلن استبعاد النادي الأهلي من سجلات اتحاد كرة القدم ود لعيب الأهلي في كل المراحل السنية حق الانتقال لأي نادي يريدون الانتقال إليه ترجمة نانسي قنقر